أعلنت مصر دخول الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد تسلم أمس الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية المقدمة من نظيره المصرية وتحتوي الشحنة على عشرين شاحنة بها أغذية وأدوية ومستلزمات طبية ولفتت جمعية الهلال الأحمر إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني بتنسيق مستمرة والتواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني ذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة لقطاع غزة مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة